من الماليا نتحول لكن نبقى أيضا في أوروبا لأنها سنتحول إلى فرنسا فقد أكد المتحرث باسم الحكومة الفرنسية جبريال أتال لأن ما يزيد عن أربعة مليون فرنسي حصلوا على الجرعة المعززة للقاح المضاد لفيروس كورونا مؤكدا زيادة أعداد الحكز على الموقع المخصص من قبل وزارة الصحة للحصول على الجرعة المعززة للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا ممارسيليا خالد شقير مراسل أكستر نيوز في فرنسا خالد بعد التحية ما آخر الأخبار المتعلقة بكورونا وخاصة أن فرنسا أيضا كان هناك الكثير من الأخبار المتعلقة بها بالأمس أن ربما من تلقى اللقاح من الممكن أيضا أن يساب بفيروس كورونا ومن الممكن أيضا أن يدخل إلى المستشفى والنسبة العدوى من شخص لشخص هي موجودة غير الملاقح من الممكن أن يدخل إلى العناية المركزة كانت هناك الكثير من الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا حدثنا عنها في الأسبوع الماضي في نهاية الأسبوع على قرار عودة الكمامات مرة أخرى إلى المدارس كنا نتذكر دعاء أن كان هناك قرارا بمنع ارتداء الكمامات في المدارس الابتدائية ودور الحضانات من قبل وزارة الصحة الفرنسي ومن قبل وزير التعليم طبعا في هذا الوقت اليوم طبعا استيقظنا على عودة مرة أخرى للكمامات في جميع أنحاء التراب الفرنسي بالتأكيد جاء تصريح طبعا جابرييل أتال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية بأهمية خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون أن موقع دكتور ليب وهو موقع خاص بحجز أماكن التطعيمات لأخذ التطعيمات من الجرعة الثالثة والتي حددها الرئيس إيمانويل ماكرون في خطابه منهم فوق الخمسة وستين عام وأيضا أتاح فرصة التطعيم للجرعة المعززة والجرعة الثالثة لمنهم فوق الخمسين عاما اعتبارا من الخمس عشر من شهر ديسمبر جابرييل أتال التحدث عن حجز ستمية وعشرين ألف موعد وهذا اندل على شيء فيدل على أن الفرنسيين على ثقة برئيسهم وأيضا متخوفين من خطورة الموجة الثالثة الحقيقة صحيح في فرنسا الأعداد فيها ليست كما الأعداد في دور الأوروبا الشمالية زي ألمانيا أو النمسا أو هولندا ولكن ما زالت الأعداد مستمرة المتوسط حسب طبعا مؤسسة الصحة العليا في فرنسا هنا متوسط الإصابات عشر تلاف إصابة في اليوم الواحد هذا متوسط الأسبوع الأخير كان الأسبوع اللي قبله كانت المتوسط يزيد عن تمت حالة إصابة في اليوم إذن نحن أمام معدل إصابة مرتفع وبصفة خاصة دواء تتذكرين أن كان هناك نسبة الإصابات في فرنسا أقل من خمسين لكل مئة ألف نسمة اليوم فرنسا تمانية وتسعين ونص لكل مئة ألف نسمة وهذا يعتبر الضعف ولهذا هناك تخوف من الموجة الخامسة صحيح الغرف العناء المركزة فيها فقط ألف ومكين وخمسة فقط وأيضا المستشفيات فيها فقط سبعة آلاف من المستشفيات إلا أن هناك حيطة وحذر من الجانب الفرنسي الحديث عن حجر الصحي الحقيقة اختفى وبصفة خاصة أن تم إجراء مقارنة بين التطعيمات مثلا في فرنسا التي وصلت إلى 80% من إجمال الفرنسيين وتسعين في المئة من إجمال الذين يحق لهم التطعيمات مثلا مقارنة بالنمسا 65% فقط النمسا أخذت قرار حجر الصحي على من هم الذين لم يحصلوا على التطعيمات فرنسا صعب جدا يتم تطبيق هذا القرار وبصفة خاصة أنه يتعرض مع التشريع الفرنسي هذا ما تم الحديث عنه وهو سابق لأوانه إذن المشكلة ما زالت متواجدة دعاء ولكن الحل سيكون هو التزام الفرنسيين وضرورة أخذ الجرعة الثالثة لمن يحق لهم أخذ هذه الجرعة الثالثة والرسالة الأخيرة التي تضمنها خطاب السيد الرئيس إيمانويل ماكرون وهي 6 مليون فرنسي لم يحرصوا على أخذ هذا اللقاح أهمية أخذ هذا اللقاح في الشارع دعاء كل عشرة فرنسيين منهم 9 حصلوا على اللقاح وهذا شيء هام جدا الإجراءات الاحترازية هي التي تجعل فرنسا اليوم أقل خوفا من الموجة الجديدة الخامسة الجديدة إلا أن الحضر والحيطة هم القرار الذي تم اتخاذه من قبل جميع السلطات الصحية هنا نعم من بارسيليا خالد شقير مرسل أكترا نيوز جزيل شكرا لك شكرا لك